زار معالي محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية حيث كان في استقبال معالي الواركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آلنهيان رئيس الهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وخلال عرض عن تاريخ هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية اطلع معليه على احصائيات الخدمة البديلة داخل وخارج القوات المسلحة ومشاريع النخبة والمهارات الالكترونية وعلى مشروع التحول الرقمي فضلا عن مشاركة مجند الخدمة الوطنية في معرض اكسبو 2020 ثم قام معليه يرافقه اللواء الركن طيار شيخ احمد بن طحنون بن محمد الانهيان بجولة تفقدية للقيادة واعرب معليه البواردي عن اعتزازه وتقديره لمجندات الخدمة الوطنية وانضمامهن الى صفوف الخدمة الوطنية وثمنا معلي مشاركة نخبة من ابناء الوطن من منتسب البرنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية في فعالية اكسبو 2020 دبي ليكونوا واجهة مشرفة لدولة الامارات